اشتركوا في القناة سيكون عن القرآن وعن أثره في شهر الصيام يطيب لنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أحمد دقماطي فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم حياك الله شيخنا الكريم بداية شيخنا الكريم رمضان كما يقال شهر القرآن لو تحدثنا عن لمحة عامة عن فضل القرآن وتلاوته في سائر أوقات العام الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد عليه الصلاة والسلام فرمضان كما أسلفت هو شهر القرآن بامتياز إن صح التعبير وإن كان هذا التعبير وهو أن رمضان شهر القرآن تعبير قريب لم يستعمل إلا البيهقي ثم من جاء بعده من الأئمة ولم يؤثر هذا كثيرا عن السلف أن يسمى رمضان بشهر القرآن من جهة اللفظ أما من جهة المعنى والحقيقة فرمضان بحق هو شهر القرآن لأنه الشهر الذي اختصه الله جل وعلا بهذه المزية وهذا الشرف بأن جعله مهبط الوحي ووقت الذي نزل فيه كتاب الله جل وعلا وكلامه على نبيه صلى الله عليه وعلا وسلم بل إن الأمر في رمضان أكثر من ذلك فإن الله جل وعلا اختصه بنزول أو بإنزال الكتب الإلهية كلها وقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند لا بأس به من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله جل وعلا أنزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزل التوراة لست بقين من رمضان وأنزل الإنجيل لثمان عشر بقين من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان أو كما قال صلى الله عليه وعلا وسلم والشاهد من هذا كله أن هذا الوقت هو وقت ينبغي علينا أن نتكلم فيه عن القرآن الذي هو شهره الذي أنزل فيه فالقرآن منزلته ومكانته يعبر عنها بأنها أعلى منزلة وأشرف مكان فإذا كنا نتكلم عن كلام الله جل وعلا الذي هو أشرف من يوصف أشرف من يذكر سبحانه وتعالى وأعظمه فإن كلامه هو أشرف كلام وأعظم كلام وأبلغ كلام وأفصحه ولهذا نزل القرآن كما قال ربنا الرحمن بلسان عربي مبين واضح بي لكي يفهمه الناس ويتدبره الناس ويقرأه الناس وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا كما قال الله جل وعلا والقرآن يكفيه منزلة أنه كلام الله جل وعلا وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى كما قال أهل السنة والجماعة منه بدأ وإليه يعود ليس بمخلوق بل هو صفة من صفات الله جل وعلا ثم إن القرآن له من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى إن لم يكن من فضله أنه كلامه سبحانه وتعالى ثم إن هذا القرآن كما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي بسند حسن فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم هو الجد ليس بالهزل من تكلم به صدق ومن حكم به عدل وما تركه من جبار قصمه الله جل وعلا ثم إنه قد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار والآثار الكثيرة التي تدل على فضل هذا القرآن ومن بينها قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن الله جل وعلا كما في صحيح البخاري ما من نبي أرسله الله جل وعلا إلا وآتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته قرآنا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وهذا يدل على أن القرآن هي آية النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزته التي بها انبهر أو بهر البشر جميعا وأعجزهم عن أن يأتوا بمثله ولا أن يأتوا بعشر صور مفتريات ولا أن يأتوا بسورة من مثله ولا أن يأتوا بآية من مثله فهو كلام معجز أنزله الله جل وعلا ليكون نبراس حياه ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة القرآن وتدبره وتفهمه في غير ما مناسبة منها أو من ذلك حديث أبي أمامة في الصحيحين اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إنه ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة وإن الصيام كذلك يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة فإذا جمع العبد لاسيما في مثل هذه الأيام المباركات بين الصيام وقراءة القرآن تدبرا وتلاوة وعملا بمقتضاه فإنه يجمع هذين الشفيعين له يوم القيامة جميعا وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وكان سبب ورود هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه وارضاه لقي عامله على مكة بعسفان فقال من خلفت على أهل مكة فقال خلفت عليهم ابن أبزاء فقال عمر وما ابن أبزاء قال مولا من الموالي يا أمير المؤمنين قال سبحان الله وتخلفوا على أشياخ قريش وأشياخ المهاجرين مولا من الموالي فقال غير أنه يا أمير المؤمنين حفظ القرآن وعلم الفرائض فسكت عمر حين ذاك ثم ذكر الحديث الذي أسلفناه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وثبت في السنن من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا ولا أن يتمنى منزلته إلا من كان صاحب قرآن فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلي وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فصلطه على هلكته في الحق أو كما قال صلى الله عليه وعلي وسلم زاك الأخير شيخنا طيب لو تحدثنا عن هذه الآيات بشيء من الإسهاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني لضاءات المستقام من هذه الآية سلمكم الله نعم هذه الآية التي جاء فيها ذكر نزول القرآن في شهر رمضان وقد مر معنا في كلامنا الأول الذي أسلفناه أن هذا الشهر خص من بين سائر الشهور بإنزال الكتب الإلهية من عند رب البرية سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يخبر في هذه الآيات أن هذا الشهر العظيم شرفه الله جل وعلا وزاده تشريفا بأن جعله موعدا أو ضرفا لنزول القرآن فيه وزمنا مباركا بسبب أو لأجل كونه نزل فيه كلام الله جل وعلا وإن زال الله جل وعلا لهذا القرآن نزل لا كما ينزل أو كما تنزل سائر الكتب كما قال المفسرون منهم عبد الله بن عباس وغيرهم أن القرآن وصح ذلك عنهم نزل إلى في ليلة أو في ليلة القدر نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا كاملا ثم نزل منجما على الحوادث معنى منجما يعني مفرقا بحسب الحوادث والأيام والمناسبات ولهذا لما سأل رجل عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن أبي حاتم بسند ثابت قال يا أبا العباس أمر أشكل عليه قال وماذاك قال رب العزة يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويقول سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر ويقول إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال وقد علمت أنه نزل في ذي القعدة ونزل وينزل في ذي الحجة وينزل في شوال يعني أنه نزل في مناسبات عدة فحصل عند هذا الرجل شيء من الإشكال أو التضارب بين تلك النصوص الصريحات الواضحات البينات من كلام رب البريات سبحانه وتعالى وبين كونه في الواقع أنه ينزل في أوقات أخرى فبيّن له عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أن هذا التفصيل أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الوقاع وهذه خصيصة لهذا القرآن بخلاف غيره من الكتب الأخرى فالكتب الأخرى التي ذكرناها آنفا صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور كلها كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى نزلت مرة واحدة جملة واحدة ولم تأتي على منجمة مفرقة على الوقاع وهذا يدل على مزيد الاهتمام مزيد عناية الرب سبحانه وتعالى بهذا القرآن بهذا الوحي بهذه الرسالة أن جعلها تنزل على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية ثم إن الله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والقرآن بمعنى المقروء المتلو وهو وصف بكونه قرآنا ووصف بكونه كتاب فهو كتاب لأنه يكتب وهو قرآن لأنه يقرأ فمن جمع بين كتابته وتلاوته وقراءته فقد اجتمع له الخير كله فله من الأجر كما ثبت في حديث عائشة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فلا يحرم الأجر ولا يعدم الخير أجر القراءة وأجر المشقة ولذلك قال الله جل وعلا الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي أن سبب نزول هذا القرآن جاء كونه كون الله جل وعلا جعله هداية للناس لأن فيه البينات وفيه البراهين الواضحات على إثبات توحيد الله جل وعلا وإثبات الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا وعلى بيان أحكام الله سبحانه وتعالى وعلى بيان كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ولذلك اجتمع في هذا القرآن الخير كله ولذلك قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ثم قال الله جل وعلا هدى للناس جميعا وقوله الناس هنا الناس لفظ عام يشمل كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم مسلمهم وكافرهم فالقرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو كتاب فيه خوطب به الناس جميعا ولهذا آيات كثيرات في كتاب الله جل وعلا يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس فالخطاب موجه للبشرية جمعا والله جل وعلا ما أرسل نبيه وأنزل عليه كتابه إلا ليكون كما قال عنه ربه في وصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة للعالمين والقرآن هداية كذلك ورحمة للعالمين لما اجتمل عليه من الهداية والبيان والحجج الباهرات والأدلة النيرات الظاهرة التي من تمسك بها هدي إلى صراط مستقيم ولذلك فالقرآن هو حبل الله جل وعلا ومن تمسك بحبل الله نجا ومن تركه خابا وخسرا وهلك نسأل الله سلامة والعافية سلامكم الله وبرك الله فيكم وفي علمكم شيخنا طيب بعد هذه الجولة المباركة وهذا الاسهاب الطيب نسأل الله ينفع بكم السعر قد يسأل هل هناك من برنامج عملي وطرق يعني لسيما في هذا الشهر الفضيل كي يبدأ بها الصائم ويعني أيضا عدد الختمات هل هو محدد بختمات معينة نعم الشهر رمضان هو الشهر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه فيه جبريل القرآن ولهذا احتج العلماء منهم الحافظ بن رجب رحمة الله عليه على أنه يستحب في هذا الشهر مدارسة القرآن أكثر من غير من الشهور إن كان الندب إلى قراءة القرآن واستحبابه وفضله في كل يوم وفي كل حين غير أن هذا الشهر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال رضي الله عنه أرضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل ليلة وكان قد دارسه في العام الذي كان قد توفي فيه مرتين في شهر رمضان فقال العلماء فيه استحباب وبيان فضل مدارسة القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وتدريسا وتفسيرا وانشغالا به لا سيما في هذه الليالي وهذه الأيام الطيبة المباركة التي ليلها قيام ونهارها صيام فهي من أجمل ومن أروع الأيام في حياة الإنسان بل هي كما كان السلف يصفون هذا الشهر هو ربيع المؤمنين ربيع الصالحين إذا كان عباد الله وسائر الناس عندهم فصل في السنة يسمى ربيعا يخرجون فيه إلى النزهات والاسترواح والتنزه فإن ربيع الصالحين هو شهر رمضان يتفرغون فيه للعبادة صياما وقياما وتلاوة للقرآن فينبغي الحرص على تلاوة القرآن في هذا الشهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه وينبغي للعبد أن يجعل لنفسه وردا يوميا من القرآن والطريقة المتبع عند السلف كانت طريقة المجتهدين في العبادة وقد تكون طريقة لا يقدر عليها إلا من وفقه الله جل وعلا فإن السلف كانوا منهم من يختم القرآن في رمضان ستين مرة ومنهم من يختم القرآن في رمضان ثلاثين مرة ومنهم من كان يختم القرآن يعني عشرين مرة ومنهم من كان يختم في ثلاث في ثلاثة أيام وعلى كل ينبغي للعبد أن يجعل وقت لنفسه وقتا يختم أو يقرأ فيه ورده أو حزبه من القرآن والطريقة الأنسب للناس مع انشغالهم بمتطلبات الحياة اليوم وكثرتها وكثرة المشاغل أنه يجعل لنفسه كل يوم يقرأ عشر ورقات عشر ورقات من المصحف عشر ورقات يجزئها يجزئها في كل صلاة بعد دبر كل صلاة أو قبل كل صلاة يقرأ فيها يعني ورقتين هم خمس صلوات فإذا قرأ فيها ورقتين أو قرأ فيها ورقتين صرنا عشر ورقات عشر ورقات هي جزء من القرآن فإذا قرأ كل يوم جزء من القرآن بإذن الله جل وعلا يأتي آخر يوم من رمضان وهو قد ختم القرآن كله تلاوة ونحن نركز على أن ليس المراد من قراءة القرآن مجرد إقامة حروفه ومبانيه وإن كان هذا أمرا محمودا مطلوبا شرعا كما مر في حديث من مسعود بكل حرف حسن والحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف لأضعاف كثيرة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما ثبت عند الترمذ بسند حسن لكن الأهم في قراءة القرآن هو التدبر والتفكر والنظر في المعاني والغوص فيها وإخراج المقصد من تلك الآية التي يقرأها الإنسان فإذا وصل إلى هذا المعنى من التدبر والتمع وإمعان النظر وإنعامه في ما يقرأ فإنه يكون له أثر في حياته وفي نفسه وعلى إيمانه وعلى دينه وعلى شخصيته أكثر من أن يكون تركيزه على القراءة ولهذا كان يقول أبو عبد الرحمن السلم وهو من سادات التابعين رحمة الله عليه قال حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات يعني أقرأهم النبي عليه الصلاة والسلام عشر آيات من القرآن لا يتجاوزوهن حتى يعملوا بهن يعلموا معانيهن ويعملوا بهن فقال فأخذنا العلم والعمل معا وهكذا كانت طريقتهم رحمة الله عليه طيب هذا يا شيخنا يعني الآن يفتع علينا باب آخر اللي هو الاعتناء بالتفسير لفهم معاني القرآن أهمية الاعتناء بالتفسير وأيضا هل من يعني تفسير مختصرة يعني يستطيع أن يقرأها عامة الناس يعني غير طلبة العلم وكذا يعني يكون عبراتها بسيطة واضحة نعم لما كانت قضية التفسير وفهم المعنى مهمة جدا اعتنى العلماء قديما وحديثا بوضع مختصرات في التفسير أو تعليقات تعليقات لفقه بعض الكلمات التي قد تشكل على قارئها دون الغوص والبحث ونقل وستيعاب الأقوال وسباب النزول والوجوه التي جاءت فيها القراءات وتلك الآية وكذا فمن أحسن ما كتب في ذلك هو كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المسمى تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان سبحانه وتعالى فهذا التفسير على وجازته واختصاره وقد طبع مؤخرا في مجلد واحد يعني مجلد كبير على هامش المصحف وفي داخله مصحف فهو تفسير نافع مفيد جدا وقد أثنى عليه العلماء لعناية المصنف بالمعاني التي تقرب العبد من ربه يعني القضايا الإيمانية وكما يسميها يحلو لبعض الناس يسميها روحانية لأن كان التعبير فيه يحتاج إلى وقفة حما لوجة نعم فالمعاني الإيمانية والدقائق التي فيها يعني معاملة القلوب وتحريك القلوب وكذا يعتني بها عناية كبيرة مع عدم إغفال جانب الجانب الفقهي الميسر يعني ما يستفاد من الآية يعني بما يقتضيه ظاهرها دون الخوض في المعاني التفصيلية أو ذكر مذاهب العلماء في المسألة وكذا فهو كتاب نافع جدا طيب شيخنا لو تذكر رسمه من جديد حتى تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان سبحانه وتعالى ومتوطر حتى على الشبكة موجود على الانترنت وفي المكتبة الوقفية لمن أراد في مكتبة اسم المكتبة الوقفية في الانترنت توجد فيها جميع الكتب من أراد أن يحملها من الشبكة يستطيع وهو متداوى مشهور والآن في طبعة جديدة طبعة جديدة في بلادنا في ليبيا المصحف الذي في داخله هو برواية قالون وهذا من الجهود الطيبة المباركة نور على نور طيب شيخنا نخدم بهذا السؤال يعني الأفضل في شهر رمضان التلاوة وهذا دائما يأتي السؤال أم هو الحفظ نعم لا شك أن التلاوة أو أقصد الختمة أدت مرات تلاوة نعم لا شك أن العبد مطالب بأن يقرأ القرآن ولهذا كان النبي عليه الصلاة يقرأه ويأمر أصحاب أن يقرأوه بل إن الله جل وعلا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود فالقراءة القرآن وكما مر معنا في حديث بما اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحاب يوم القيامة ورفلامهم حرف فالأمر بقراءة القرآن مطلوب لأن مجرد التلاوة مأجور عليها صاحبها ويثاب فاعلها لمن أقام الحروف حتى من تتعتع فيه فإنه مأجور ولا يحرم الأجر لكن الجانب الآخر وهو التدبر والوقوف عند المعاني هو الجانب الذي يهمنا أكثر من مجرد التلاوة فمن استطاع أن يجمع بين الخيرين يقرأ قراءة متأنية فيها تدبر وتقفر للمعاني وبحث عن الوجوه التي اجتملتها الآية ودلت عليها واقتضتها في أمر معين أو نهي عن شيء معين أو دعوة إلى التدبر في آيات الله جل وعلا الكونية والشرعية ونحو ذلك فإن هذا قد جمع بين الخير كله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لعبد الله بن مسعود كما في الصحيح اقرأ علي القرآن قال يا رسول الله أواقر عليك القرآن وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري سماعه من غيره قال العلماء فيه معنى أنه يريد أن يتدبر لأنك عند أن تسمع القرآن بصوت غيرك تتأمل وتتدبر المعاني أكثر من كونك أنت القارئ وهذا ملاحظ إذا من صلى بالناس قد لا يتأثر بالقراءة كمن يصلي خلف الإمام فالخلف الإمام تجد أنك الناس يتأثرون أكثر من الإمام نفسه صح لأنه وقعوا على النفوس والسماع من الغير أعظم أثرا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عبد الله المسعود من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة قال حسبك النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله المسعود فالتفت فإذا عيناه تذرفاني بالدمع وهذا هو المقصود من قراءة القرآن وتدبره هو الوقوف عند المعاني العظيمة الذي شمل عليه هذا الكلام العظيم الذي يلين القلوب وبل يلين القلوب القاسية التي هي كالحجارة ولهذا لما سمع أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قوله قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كادك قلبي يطير من عظم وقع تلك الكلمات على نفسه نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورا الخير وأن يلينا قلوبنا لذكره السلام الله خير شيخنا الكريم وبهذا مشاهدين الكرام نصل لختام حلقتنا لهذه الليلة في ختامها لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل من بعد شكر الله لصاحب الفضيل الشيخ أحمد قماطي على ما أجاد وأفاد وقدم والشكر موصول لكم على حسن متابعة حتى نلتقي في ليلة رمضانية أخرى لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة